موسيقى ازايكو عاملين ايه كله تمام الحمد لله والشكر لعيد سعيد على الجميع احنا نتكلم في حاجات كتير جدا اعتقدها مهمة النهاردة منها مسألة مفاوضات الهدنة منها ان احنا يمكن زي النهاردة كان فيه للأسف الشديد مدبحة بحر البقر ويمكن احنا ثقرنا لولادنا وبناتنا في بحر البقر بانتصارنا في 6 اكتوبر فيما بعد ذلك بس خالي اقولك بمناسبة العيد بس في حاجة كده يعني حاجة عملا بتخبطني في دماغي كل شوية اقولك بصراحة شديد انا قاعد يعني بتابع كويس جدا مسألة الاسعار بتاعة السلع والمنتجات المختلفة اللي موجودة عندنا في مصر وخصوصا بعد توقيع اتفاق رأس الحكمة والاجراءات اللي خدها البنك المركزي المتعلقة بتحرير سعر الصرف انخفاض سعر الصرف بتاع الدولار او العملات الاجنبية قدام الجنيه بعد هذا القرار من البنك المركزي يعني بعد الاتفاق ثم قرارات البنك المركزي الى اخره من ضمن الحاجات اللي توريلك للأسف للأسف تحديدا تجار العربيات بيتعاملوا ازاي في مصر تعارفين ان هم كانوا وصلوا لمرحلة ان هم كانوا بدأوا يسعروا العربيات بسعر انه الدولار ب70 جنيه وب72 جنيه وقولك اليورو ب75 وب76 و80 ده زمان لو تفتكر حلو طيب وكنت تروح تقوله يا عم العربية دي سعرها كده اه الدولار غالي اليورو غا بصة باشا هاتل انت اليورو ولا هاتل الدولار وبرحتك بقى ان شاء الله رب بتجيبه بجنيه انا مليش دعوة ماشي طيب يعني لما السعر بتاع العملة ينزل اه باشا ينزل اللي هينزله يعني لما ينزل انت هتخفض اسعارك طبعا طيب والكل وللأسف بالمناسبة اغلب التوكيلات او يمكن كلها حطت السعر عالي جدا اللي موجود في التوكيل التجار يروحوا عاملين ايه اليك عاوز تستلم وقتي بالزبط كده فوري حط لي بقى ايه 500 600 في بعض العربية كان بتحط فيها مليون واثنين وحاجة تخوف يعني ماشي مفترض جدلا ان السعر بتاع الدولار لما نزل يبقى بنفس نسبة الهبوط هيا هيا ينزل سعر المنتج لانه هو كان بيقول انا مصعر على 72 72 طب لما مثلا وصل ل39 في احوال ما نزلتش انت لتسعة قالك احنا بسن مستقرين لحد ما السوق استقر طب السوق مستقر تقريبا على 47 دلوقتي هل انت نزلت بالسعر بتاعك بنفس النسبة المقوية اللي هي من 79 لحد 47 هنشوف النسبة دي قد ايه اظنناها تقريبا 35% تقريبا هل انت نزلت بسعر العربية 35% لأ عملوا ايه بقى عشان تشوف الاشتغالات بتاعة هذا القطاع بصراحة بينزلوا من سعر الوفر برايس مش من سعر العربية الرسمي بينزل من ايه من الوفر برايس طيب بعد كده بعض اصحاب العلامات التجارية وبعض توكيلات العلامات التجارية المحترمة بادوا دي ناس محترمة نزلوا بالفعل من السعر الرسمي بتاعهم مش هقدر اقول الماركة طبعا بس في بعض الماركات ماركة كوري على سبيل المثال وماركة حلو نزلت تقريبا حوالي 600 ألف جنيه من سعرها الرسمي خطوة لكن تقعد تفكر لو انت كنت بتبيع العربية دي بعشرة جنيه لما كانت دولار بخمستاشر ونص يبقى الدولار لما بيبقى بسبعة واربعين سبعة واربعين ونص المفترض انك تدرب سعر العربية في كام في تلاتة يبقى معاشرة هتبقى بكام بتلاتين خمستاشر ونص في تلاتة خمستاشر ونص في تلاتة بستة واربعين ونص بالزبط ليه بقى سعرك الرسمي انت ضارب سعر العربية في اربعة ونص اربعة وربعة ليه يبقى فيش تغالة انت بتخش التوكيل انا بقولك بتخش التوكيل مش التاجر التوكيل الله يعني سعر العربية لما كان الدولار بخمستاشر ونص عشرة جنيه يبقى المفروض انه دلوقتي يبقى بكام تلاتين واحد وتلاتين ليه بقى بتبقىها بخمسة واربعين كده في حاجة غلط اذا عندنا اول اشتغالة هي اشتغالة ان التخفيض من الاوفر برايس تاني اشتغالة هم ان هم متبتين على سعره بيحققه هو مش ارباح اكبر بكتير مما يستحق لو كده محقق همش ايه همش سعر العربية اللي المفروض تتباع بيه لو كانت مضروبة في الثلاث اضعاف زائد المبلغ الزيادة اللي هو واخده واخد ضعف كمان زيادة يعني لو انه سعر العربية بتلاتين واحد وتلاتين الف هو كسبان واحد وتلاتين جنيه خليزيك من الاوفان واحد وتلاتين جنيه هو كسبان كسبان يعني الواحد وتلاتين دي هعتبر انه كسبان فيها تلاتة جنيه اربعة جنيه لأ ده بيباعها بخمسة واربعين الله يعني انت بتكسب في العربية كل ده ده ايه الافترة ده وبعدين يرجعوا يشتكوا واغلبهم يعيطوا لما الناس تروح تعمل استيراد شخصي من الاتحاد الاوروبي وليه وعشان ايه وانتوا بتبوزوا السوق ببوزوا السوق ليه مني بجيب العربية ارخص منك 25-30% هدور على مصلحتي وبالمناسبة غصب عنك هتدخلها التوكيل غصب عنك لان فيها الانترناشن الوارانتي الضمان الدولي غصب عنك هتدخلها التوكيل اذا المصلحة تقول ايه محدش يقول لك اصلا كنت بستورد العربية دي زمان لما كان سعر الدولار 72 كذاب محدش دخل عربية او انتوا مش كنتوا بتشتكوا بتقولوا احنا مش عايفين ندخل عربيات اصل الحاجة كانت توقفة في الجمارك اصل احنا بطلنا نجيب عربيات عشان مش عايفين نوفر العملة اصل احنا بطلنا نجيب عربيات عشان الحاجة بتتركن في الميناء يبقى انت ما استوردتش عربية يبقى انت كنت بسعارها ازاي على 72 كذاب طيب لا تتعاملوا مع الكذابين من الاخر كده يا جماعة شوف العربية كانت بكام سعة مكان سعر الدولار 15 ونص اضرب في 3 هو ده حق ربنا اكتر من كده ما تشتريش زي كده زمان خليها تصدي خليها تصدي خليها عندك ولو جيت بسيط هتلاقي السوق متروس عربيات 23 مع انه دلوقتي بدأت الناس تتكلم في موديلات الخمسة وعشرين يعني في اوروبا بدأت الناس تحجز موديلات سنة في 2025 السوق دلوقتي متروس 23 ده يفهمك بالزبط سوق العربيات بيعمل ايه على كل واجب التوضيح ووجب اظهار الاشتغالات اللي بتتعامل معانا والامر والقرأ في ايدك انت لو نزلت اشتريت انت اللي غلطان لو وفقت على السعر ده لو وفقت على السعر ده انت اللي غلطان تاني لو وفقت على السعر ده انت اللي غلطان براحتك ما قدرش اقولك اشتري ولا ما تشتريش مليش فيه انا لو انا يوسف وعاوز اشتري لأ مش اشتري حاجة خالص ولا عمر زكريا هيشتري حاجة خالص لأنه ده اسمه افترة ده اسمه ايه افترة طيب تعالوا بقى نخش على الكلام الجد مفاوضات الهدنة لازالت مستمر متواصلة المفاوضات بتاعت الهدنة لحد يمكن اللحظات الأخيرة قبل الافطار وبالمناسبة مفاوضات الهدنة بتستمر حتى بعد معد الفطار في بعض الأحوال وما إلى ذلك محكمة العدل الدولية بدأت تعمل أو بالأدقة عقدت أول جلسة لها للاستماع في الدعوة اللي رفعتها دولة نيكا راجوة ضد مين ضد ألمانيا الاتحادية طيب الدعوة اللي ضد ألمانيا بغرض الايه ألمانيا مالهاش علاقة باللي بيحصل على الأراضي الفلسطينية نيكا راجوة قالت لك لأ ألمانيا اتخذت مجموعة من القرارات من شأنها تسهيل الإبادة في غزة الله طيب السؤال بقى تعالي هنا نفصص الموضوع حبتين هل في دول كتير في أوروبا وطبعا في غير الولايات المتحدة الأمريكية نقدر نعتبرهم شركاء في هذه الإبادة هقولك آه تقولي طيب إزاي هقولك بص كل من اتخذ موقفا صامتا أو كل من لم يشجع على اتخاذ إجراء واضح حاسم ضد الكيان الصهيوني المحتل للأراضي العربية في فلسطين يعتبر شريك إزاي طيب هو الدول دي مش بتصدر الكيان الصهيوني أي أن كانت المنتجات يعني فيه دول بتصدر سلاح ودول بتصدر زخير ودول بتصدر تكنولوجيا ودول بتصدر مكان ودول بتصدر منتجات مختلفة كتير خلاص طيب أسهل حاجة كنا نبدأ الأول بعدم تصدير السلاح والزخير إلى هذا الكيان طالما أنه يمارس سياسة إبادة جماعية على الأراضي الفلسطينية أدي واحد اثنين طالما أنه يقوم بعملية تهجير قصري للمواطنين الفلسطينيين من على أراضيهم ثلاثة طالما أنه يقوم بضرب المنشآت الصحية ويقوم باستهداف مؤسسات الإغاثية على الأراضي الفلسطينية طيب في كم دولة خدت قرار وليليين وفي دولة كانت تتخذ القرار وتراجعت لشان كده دائما نقول لك إيه علينا جميعا مش بس نحن نقدر نحن نفخر بمواقفنا المصرية اللي وقفنا بيها قدام العالم كله قدام العالم وقفنا بيها قدام العالم فهتلاقي أنه كان فيه أكتر من دولة الأسف الشديد في أوروبا رفضت أنها توقف تصدير منتجات أو أسلحة أو زخائر أو أنها تجمد بعض الاتفاقات بعض الاتفاقات يا جبابرة بعض تجميد أنا مش بقول لك يلغي تجميد وترجعوا تقولوا المفترض جدلا مفترض أنه ألمانيا بالتحديد تبقى من أكتر الدول حساسية بس المشكلة أنهم حساسين من جانب واحد بس هم عندهم الحساسية المتعلقة بالنظام للأسف الشديد النازي اللي كان بيعكم ألمانيا بقياد أودر فتلر بس فعندهم حساسية بسبب موضوع الهولوكوست والمحارق وأوشفيتس وما إلى ذلك أما فيما يتعلق بأي حاجة تانية ودن نمطين ودن منعجين وكأنه ما شافش يعني هل الألمان على سبيل المثال شايفين أن اللي بيحصل على الأراضي الفلسطينية من 48 أقل جرما وفداحة خد بالك أقل جرما وفداحة مما جرى ليهود أوروبا في فترة من 1939 إلى 1945 أثناء الحرب العالمية التانية تبقى مصيبة لو حد شايف أن اللي بيحصل للفلسطينيين أقل من ذلك أكاد أقول لك لا ده أنا مش أكاد ده أنا أجزم أن أقول لك اللي بيحصل للفلسطينيين أفدح وأقصى وأكثر وحشية من اللي حصل لليهود أيام هتلر أكثر وحشية قتل وتقتلوا إبادة جماعية وأبيدوا تهجير وهجيروا اضطهاد ويطهد يا راجل ده حتى الاضطهاد في أقامة الشعائر الدينية حاصل يعني أنت بتتكلم على دولة متطرفة دينيا أو كيان متطرف دينيا تجاه أي ديانة تانية تجاه المسلمين والمسيحيين اللي موجودين على الأراضي الفلسطينية بيتطهد الكل بيقتلوا في الكل عاوزين يطهاروا من وجهة نظرهم تطهير لهذه الأراضي اللي هم شايفين أنه لا حق لأي أحد سوى أن يكون يهوديا أن يكون موجود على هذه الأرض إسرائيل عايزة إيه؟ إسرائيل عايزة تفضي فلسطين بالكامل من أي حد غير يهودي يعيش على هذه الأرض ده اللي عايزة إسرائيل مش عايزين حاجة تانية وبيبذلوا كل غالي ونفيس مقابل أن هم يفرغوا الأرض من مواطنيها وبالتالي يحصل عملية إيه؟ تفريغ للقضية وبعدين يروح زائقها فيوصلها إلى أنها تبقى مشكلة إيه؟ وكأنها مشكلة لجوء وكأن هناك صراع ما فيبقى فيه ناس بتخرج من أرضها فيتحولوا إلى لاجئين فيبدأ الكيان الصهيوني بلوبيهاته المختلفة وبضغوطه المختلفة زي ما بيقعد يبتز الألمان عاطفيا وسياسيا وتاريخيا وزي ما بيضغطوا الإيباج بيضغطوا على الأمريكان في واشنطن وزي ما رؤوس الأموال بتضغط على الاقتصادات بتاعة أوروبا أنه بصوا هم طلعين طلعين استقبلوهم لاجئين بقى خدوهم عندكم طبعا كان المخطط أنه هيجوا عندنا وهيروح الأردن وفخامة الرئيس الحقيقة خامة الرئيس عن فتاح السيسي خد القرار وكأنه وضع خط أحمر جديد في المنطقة زي الخط الأحمر بتاع ليبيا زمان سرط الجفرة في خط أحمر تاني اتعامل حوالين فلسطين الخط الأحمر اتعامل حوالين فلسطين محدش هيعدي لا على مصر ولا على الأردن يعني محدش هيعدي يعني محدش هيتهجر الله هي الناس المصابين الناس المرضى على العين وعلى الرأس ما بنقولش لا لكن كل سيكوننا نتكلف الموضوع دنبار حتى وذكرت لكم أرقام كتير لكن ده خط أحمر لا لتصفية القضية لا للتهجير القصري لا للتهجير الطوعي لأنه أبدأوا يقنعوا بعض الدول ايه؟ افتح التأشيرات للفلسطينيين بالتحديد دون قيد أو شرط عشان اللي عاوز فيهم يركب الطيارة ولا المركبة ولا حتى هيركب العربية ويخرج برا أي خط حدودي من دول النطاق زي ما بتسمى في بعض الأحوال يعني أو في بعض الأدبيات السياسية يقدر ياخد بعضه مثلا ويطلع على كندا فافتحوله كندا يا سلام فالرأي يسألك لا ما فيش حد هيطلع لا قصريا ولا طوعيا احنا موجودين على هذه الأرض حق العودة مفتاح العودة الفلسطيني لازال موجود في قلب مش بس كل فلسطيني هو المفروض أنه موجود في قلب كل عربي مخلص للقضية الإنسانية أولا وللقضية القومية العربية ثانية لكل عربي يرى في قرارة نفسه وفي عقله وفي قلبه أنه دي قضيته المركزية المسألة مش قضية بتاعة شعب في دولة ما مجورة صديقة شقيقة تاريخية لا 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 المسألة أكبر بكتير المسألة أقرب إلى أكلته يوم أكل الثورة الأبيض لو اتعامل كده هيبقى تشجيح حقيقي على إقامة دول دينية في المنطقة ودي خطة وأظنها واضحة وديكو شفتوا المظاهرات بتاعة الأسبوع اللي فات اللي في الأردن تاني الإخوان عاوزين يسيطروا على المملكة الأردنية الهشمية وده بالمناسبة من ضمن الخطوط الحمراء اللي حطها الرئيس أنه برضو لا محدش هيقرب من الأردن محدش هيغير نظام الحكم في الأردن الإخوان مش هيسيطروا على الحكم في الأردن مصر كبيرة قوي قوي خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام أهلا 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 إزايقوا عمين وبعد أن أسهب المزيع في الشرح والحديث عن الدور اللي لعبته للأسف الشديد عواصم صنع القرار في مشاركة الكامل الصهيوني ولو حتى بالصمت أو حتى بعدم اتخاذ إجراءات حقيقية وواضحة وبالتالي تصبح هذه العواصم مش كلها يمكن بالضرورة لكن أغلبها أصبحت شريكة في هذا العدوان بشكل أو بآخر أو شريكة في هذه الجريمة بشكل أو بآخر خلييني هنا أخد رأيي دكتور حمد فارس أستاذ العلاقات الدولية أهلا بيك يا دكتور وكل سنة وحضرتك طيب معال النائب المحترم الجليل الشاطر كل سنة ومعاليك بألف خير يا فنة الله يخليك يا دكتور دكتور نيكا راجوة وهي بترفع هذه الدعوة ضد ألمانيا وشايفة أن ألمانيا قامت بتسهيل الإبادة الجماعية في غزة رأيك في هذه المسألة كيف قامت ألمانيا من وجهة نظر نيكا راجوة بتسهيل عمليات الإبادة طبعا يعني لابد أن يعلم القاس والدانية أن إسرائيل تحصل على أسلحتها أو أكثر دولتين تعطي أسلحة لإسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا ولايات المتحدة الأمريكية تمدي إسرائيل بحوالي 69% من الأسلحة التي تحتاجها ألمانيا بتمدي إسرائيل بحوالي 30% من الأسلحة أيضا وبالتالي 99% من الأسلحة والمعدات العسكرية التي تذهب إلى إسرائيل تأتي من ألمانيا ومن الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من التصرحات التي خرجت متزنة في الأولنة الأخيرة إلا أنها منذ بداية الأزمة كانت دائما تعطي إسرائيل الحق في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بزريعة أنها تقوم بالدفاع عن النفس وبالتالي هذه التصرحات لا تتفق مع القوانين الدولية ولا تتفق مع القانون الدولي الإنساني وبالتالي هناك بالفعل الكثير من الأسباب التي تجعل لك رجوة ترفع هذه الدعوة لإدانة ألمانيا بارتكابها جريمة إبادة جماعية وبالتالي في كل الأحوال كان هناك دعم دولي كبير لإسرائيل في بداية هذه العملية ولكن التصرفات الإسرائيلية واستخدام الأسلحة التي تأتي إليها من هذه الدول في إبادة النساء والأطفال واستهداف المدنيين وده اللي شهدناه في فترات كثيرة في خلال هذه الحرب الممتدة منذ أكثر من 180 يوم كدليل قاطع على استخدام هذه الأسلحة لاستهداف المدنيين وارتكاب جريمة إبادة جماعية خاصة معالي نايب أن هناك الكثير من الأسر أسر بالكامل تم محوها من السجلات تماما إحنا بنتحدث عن أسر كاملة كاملة العتاد يعني أسر بكامل أفرادها سواء من جد أو أب أو ابن أو سيدات أو أمهات أو كل ما يمتل الأسر بالطلع وده دليل قاطع على أن إسرائيل تخدمت الأسلحة لقتل الفلسطينيين وبالتالي أصبحت ليست شريك في الجريمة ولكنها لابد أن تعاقب أمام المحكمة الجنائية الدولية كفاعل أصلي مثلها مثل إسرائيل طيب دكتور حامد كأستاذ للعلاقات الدولية ومحللا سياسيا ترى أن تصدير الأسلحة إلى هذا الكيان المحتل في ظل ما يقوم به من جرائم من الممكن أن يكون يعني يدفع للإدانة ولا أنه يذهب في إطار اتفاقات دولية ما بين دولتين معترف بيهم للأسف الأسلحة معترف بيهم في الأمم المتحدة ومن أغلب المؤسسات الدولية وأنها اتفاقات وتجارة مشروعة ومعروفة ولا يمكن التراجع عنها هناك شقير رئيسيين لابد أن نتحدث عنهم هل ما نشاهده الآن هي حرب بالمعنى حرب عسكرية بالمعنى المفهوم أو بمعنى يعني جيش ضد جيش ولا جريمة إبادة جماعية بيتم استخدام جيش كامل عتاده وسلاحه ضد إبادة المدنيين وده دليل قاطع على أن تصدير الأسلحة لإسرائيل في مثل هكذا توقيت نستخدمها ضد إبادة المدنيين ضد قتل المدنيين ضد قتل الأصفال ضد قتل النساء ضد استهداف المنشآت والمستشفيات أو حتى ضد استهداف من يريد الحصول على مساعدات إغاثية التي شاهدنا أن إسرائيل استخدمت السلاح على سبيل المثال في قصف المستشفيات نحن نتحدث عن 36 مستشفى في قطاع غزة تم تدمير 24 مستشفى وهدم الباقي ما تم فيه مستشفى الأهل المعمداني بقصف المستشفى ما تم من استهداف شارع رشيد أو ضوار رشيد واستهداف المدنيين العزل الذين كانوا من المفترض أن يحصلوا على المساعدات الإغاثية والإنسانية كل ذلك تم بالأسلحة التي تم تصدرها من ألمانيا ومن الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل وبالتالي تعاقب هذه الدول لأنها تشارك إسرائيل بشكل واضح فيها الجريمة لأن إسرائيل لا تمارس حرب طبيعية بينها وبين جيش وجيش آخر ولكن بين جيش وبين مجموعة أو شعب أعزل ليس لديه من السلاح ليس لديه من العتاد بل يتم استهدافهم في كل بقعة من بقعة غزة كدليل قاطع على أن هناك خطة ممنهجة من دولة الإحتلال الإسرائيلي لتنفيذ إبادة جماعية أو حرب كاملة لألا تكون هناك حياة في غزة تشكرك جدا جدا دكتور كل صحابك طيب مرة تانية دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية المرموق وهذا كان حديث حول ما تقوم بها ألمانيا ووجهة نظرني كراجوة أمام محكمة العدل الدولية بخصوص هذا الإتهام المتعلق بالإدانة طيب تعالوا نرجع من أحنا نتكلم بقى على فلسطين لازم نرجع لمسلسل مليحة وأنا قلت لكم أن المسلسل مليحة ده في بداية يعني ما كنا نتكلم بسه في شهر رمضان أنه الكل من الكل يتوقع أن المسلسل مليحة يحقق ضجة يحقق صخب إيجابي يلفت الأنظار وده اللي جار أنه مليحة أو مليحة بالفعل عمل ده وعمل ده يمكن من اللحظة الأولى بالمعنى الحرفي لكلمة اللحظة الأولى بدءا من التتر أول لا مش من التتر والله ده بدءا من البروموز والتيزرز اللي اتعاملت للمسلسل اللي بدأ في يوم 15 رمضان علي الطيبة علي الطيبة ده من الناس اللي أنا بحبها بقى جدا ده بجد يعني مش نظور يعني بحس أنه أخويا والله بجد أحس أنه جارنا يعني هو حد معانا هو إنسان قريب زي ما بيتقال كده مش بس كمان أنه هو ممثل تقدر تصفه أنه ممثل محترم يعني ممثل أنا في رأي عمري مقابلته والله بيحترم نفسه جدا بيحترم شغلانته ومهنته جدا بيحترم جدا الفن اللي هو بيقدمه ولم أجد له ولو دور نص نص فعلا يعني فوعلي من الناس اللي شاركت في هذا المسلسل واللي أنا بشوفه واحد من أهم المسلسلات اللي تم إنتاجها خلال العشرين سنة اللي فاتوا نعمل مسلسل مبني على أحداث حقيقية مسلسل متعلق بقضياتنا المركزية خلوني الأول أرحب جدا وبشدة بفنان والنجم علي الطيب وكل سنة وانت طيب يا علي الطيب وانت طيب يا صديد يصف أشكرك على الكلام الكبير ده يا ربك ولا كبير ولا حاجة ولا خليك خالص خالص بص حتى وانت بتتكلم هادي يعني هو انت يا جارنا ابن عمنا ابن هادي كده وراسي وحاجة وحاجة عظيمة بحاول طول الوقت أبقى هادي وراسي الحمد لله علي أنا من الناس اللي بتحبك لأكتر من سبب بس كمان من المعجبين بفنك وبأداءك لأسباب أنا أراها منطقية وواضحة جدا انت بتقدر تقدم الأدوار اللي نقدر نسميها الدور الرصين بامتياز وبتقدر تقدم الأدوار اللي فيها خف الدم دون أي إسفاف الحمد لله نبجد يعني فأنت أنهي نوع من الأدوار بالنسبة لك أنت كعالي بتحبه أكدر بحس إن أنا مستعد ليه وإن هو لمسني أو بحس إن أنا هقدم من خلاله حاجة كل دور ببسط وأنا بقراه بحس إن أنا هعرف أقدم فيه حاجة أو شايف الزاوية بتاعت الدور ده اللي ممكن تتقدم منه أو فيه تحدي ليه وأنا مستعد للتحدي ده عكس ما أكون أنا مش مستعد أكون خايف جدا لأن أخافت جدي فرصة مهمة وأنا مش جاهز أوكي طب يعني إيه معنى جاهز أو مش جاهز حاجات كتير لأنه الممثل لأنه بجاهز بدنيا وزهنيا ومثقف كفاية بالدور اللي هو داخل يعمله يعني يبقى شايف الدور اللي هو داخل يعمله هل قبل شبهه هل لي ريفرنس هل هو اللي هيبدأ يحاول يخلق له عالم بتاعه وهو في الهيستري بتاعته وقصة حياته كانت عاملة إزاي قبل ما الجمهور يشوفه فذي كلها حاجات لو أنت مش جاهز ليها أو المشروع مثلا مش مديك المساحة أن أنت تجهز فيها بيبقى ريسك للممثل وأكتريت الشغل بيبقى دايما أنت بتشتغل على دورك يعني بالتعاون مع المخرج دايما والسيناريسك في المساحة اللي مسموحي لك فلما بلاقي ده بلاقي نفسه أنا كمان بتشجع يعني أن أنا أخش أعمل أعمال فنية مع موصلين أنا أعرف أن أنا سواء هم أكبر مني أو في سني أعرف أن أنا هتعلم منهم لأن أنا بتعامل مع مواهب كتير في طريقي فالمواهب دي دايما لما هتريد بتعامل معها ليها خبرتها واللي سبقك واللي عارف هو بيعمل إيه فده إحنا بنتعلم من بعض فدايما بحب أشتغل مع ناس أنا بحب بتفرج عليهم أنت بتكتب سيناريوهات كمان يا علي صح؟ آه من الحاجات اللي بحب أعملها دايما من أفكار هعندي أفكار كتير نفس إن شاء الله الفترة الجاية ضروري ضروري يا رب يا رب يا رب جدا درور يعني عايزين نشوف حاجاتي وكده بألمك عايزين نشوف يا رب يا رب لا مش هبقى لوحدي أكيد عشان ما بقاش برضو يعني بابيالغ لا هي ممكن تبقى الفكرة عندي وبحب بدي الحاجة لأهل الحكاية بس الفكرة بتبقى جواية أو في دماغي أو مبنية على أحداث حيائية أو فكرة عامة فبحب بدي الحكاية لأهل الحكاية الله يوفقك كلمني شوية على مليحة بمقى إنك بقى قلتلي أنا ما بخشش حاجة غلوانا جاهز أنت جهزت المليحة إزاي متى يالي إحنا كنا مشحنين كفاء بعد أحداث سبع أكتوبار طبعا إحنا دايما الموضوع في قلبنا ودايما الموضوع في ذهننا وبيغيبش بس يمكن بعد أحداث سبع أكتوبار الموضوع في تاني بشكل مباشى وإحنا كنا طول الوقت قبل المسالسة أنا وزميلي كل بنادر نعمله وإن إحنا بندعي وبنقعد نشاير فيديوهات حصلت حالا وحصلت إحنا ما شفناهش قبل كده متأسلين بيها جدا وفي حزن ملينا كلنا صحيح والموضوع طول قوي يعني إحنا بنتكلم في أحداث سبع أكتوبار إحنا ما زلنا بيحصل نفس اللي شفناه وفي حاجات ما بنشوفهاش فالموضوع صعب وقليم جدا فأول ما جلناه سلسل أنا ما فكرتش يعني فيه طبعا أعمال فنية بتفكر فيها وتقول أنا هعمل إيه والدور ده مناسب ليه في الفترة دي ولا لأ أو أنا عايز أقدم ده ولا لأ أو أنا قدمت ده قبل كده ولا لأ أنا ما فكرتش اللي هو ما فيهش مجال أن أنا فكر وأكيد أنا عايز حاجة بتتكلم عن القضية الفلسطينية عمل فني وحيبقى فيه دعم للتاريخ أصلا عشان نبدأ نفهم وأجيالنا اللي موجودة واللي جاية تسلم بعض لأن هم أحسن ناس يزيفهم فلو إحنا ما سبقناش طول الوقت ونرصخ ده حيبقى مشكلة كبيرة مظبوط 100% علي أنا بشكرك جدا على المكالمة وعايز بجد أتشرف بمقابلتك وعايز نقعد مرة كده ندردش بعد أجاست العيد تكون ريحت وروقت ونقعد كده تجيلنا ونقعد ندردش حبتين حقيقي أنا بشكرك جدا 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 نجمنا وفننا المتقلق علي طيب علي طيب قال حاجة مهمة جدا نقال لك الناس اللي هناك دول الصهاينة دول أكتر ناس وأشتر ناس تعرفت زيف ده بياخدني على جملة ولا جملتين والله هي يونس مهطاول لأن احنا فعلا عايزين نعد مع مولانا الدكتور رحمد كريم أطول وقت ممكن كمان باعتبرنا دي آخر حلقاتنا في رمضان يعني مع مولانا عامو جي معك بكرة عادي السردية تعال بقى هنا إيه نروح على الجملة الجماعة الصهاينة المحتلين الغصبين لأراضينا دول عندهم سرديتهم اللي موجودة في الدراما اللي بيروجوها وعندهم سرديتهم في السينما اللي بيروجوها عندهم سرديتهم فيما يتعلق بالمدابح أو المحارق اللي حصلت في الحرب العالمية التانية عندهم سرديتهم فيما يتعلق من وجهة نظرهم حقوقهم التاريخية والدينية والسماوية في إنهم يبقوا موجودين على الأراضي الفلسطينية سؤال بقى إحنا عندنا السردية بتاعتنا في حد هيجي يقول يوسف أنت كده ما شفتش بقى الأفلام لإنتاج فلسطين لا أنا شفتك كل الأفلام أنا بقول لك أجزم لأنا شفتك كل الأفلام اللي تم إنتاجه على القضية اللي هي الإنتاج الفلسطيني إنتاج أردني إنتاج تولسي بالمناسبة وأصد أقول لك تولسي بس أننا شفتك كل الأفلام بس مش دي المسألة كل الأفلام هذه هي لايست سردية ليه بقى أولا لأنها محدودة النطاق جدا اتنين زواياها ديقة برضو لسه إحنا لاشتغلنا على وثقيات عربية كبرى العالم ينظر إليها وتخلق جدلا لسه قبل مليحة إنه يبقى فيه عندي سردية عربية أنا من الناس اللي تقول لك مصرية طبعا حول هذه القضية على شاشة التلفزيون دراما فتتشاف من المحيط الأطلنطي لحد أقصى حدود العراق وده حاجة مهمة جدا دي أول مرة دي أول مرة لسه ما عنديش السردية بتاعتي طيب عندي سرديات أدبية عندي مترجمة بأنهي لغة يوه هي عربي والترجمات غير العربية أو اللغات غير العربية شديدة القلة تكاد تكون نادرة طيب غير السردية محللين السياسة بتوعي الكتاب الأقلام العظيمة يعني وأنا بكلم جدا ده مش تهاجكم عندي أقلام عظيمة ومحللين حالا ومحللين كبار فين الطرح والتنظير فيما يتعلق بحل هذه القضية يعني فيه فرق كبير ما بين إن الدولة يبقى ليها وجهة نظر وعندها طرح وده موجود طرح الدولة قائم على أركان واضحة ثابتة هي حل الدولتين أولا العاصمة هي الأدس الشرقية ثانيا ثالثا هي إن الحدود تبقى على حدود ما قبل أربعة يونيو 1967 التنظير والطرح على قراء الصحافة وإلى آخره لهذه الفترة أنا مش بكلم على الأسادزة الكبارة اللي طرحه زمان أنا بتشرف إن أنا ابن مصطفى الحسين عنده طرحه مصطفى الله يرحمه توف أبويا توفى في 2012 عشرين نقل في 2012 أنا بتكلم على طرح الجيل بتاعي طرح الجيل اللي أصغر شوية طرح الجيل اللي أكبر مني سنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة فين؟ أنا عايز أشوف طرح مش عايز أشوف تحليل موقف يا جماعة فرق كبير ما بين تحليل الموقف الراهن دي قصة الطرح بتاعي وبحث الأليات ووضع أفكار جديدة لتفعيل رؤيتنا اللي احنا متفقين عليها اسمها حل الدولتين دي قصة تانية خالص خلوني أخدكم ونروح للفاصل بس كان لازم نقول كده ولعل ده يشجع أقلاماً ويشجع عقول فاصل ونكمل الكلام أهلاً 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 بيك وكل الترحيب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر وكل سنة وحضرتك طيب يا مولانا كل عام والإنسانية بمسلميها وغير مسلميها في خير وسلام هنا أنا العيد الصغير أو عيد الفطر أعتقد أن له فقها وأعتقد أنه كمان فيه حاجة كده نقدر نسميها فقه عيد الأضحى بالموروث المصري أو بالفقه المصري أو بالأفكار المصرية بالوسطية المصرية بطعم الأزهر المصري أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابيه الكريم والتكملوا العدة والتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه ومن ولا واتبع هدى بدأ زيبد بعد التهاني وعظيم الأمان لشعبنا المصري ولأمتنا العربية والإسلامية بأن يتقبل الله مننا الصيام والقيام وصالح الأعمال بالنسبة لفقه المصريين فقه المصريين كما تفضلت الإمام الشافعي رضي الله عنه حينما أتى إلى مصر من العراق فصلى أول صلاة عيد في مسجد عمر بن العاص في الفستات دي مصر القديم فاستمع إلى تكبيرات المصريين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعجب الإمام الشافعي أيما إعجاب وقال ما أعظم هذا الثناء على الله عز وجل وأثبت ذلك في كتابه الماتع الأم هذا كان وقت كان فيه عقلية فقهية لكن أتى على الناس زمان يعني حضرتك إحنا في العشر الأخير الذي كان من المفترض أن يغتنم في القربات والطاعات هناك قوم استمرأوا الجدال والخلاف أو أدمانوا الخلاف والجدال دوشوا الناس صدقة الفطر هل تكون حبوب ولا نقود مع أن الأمر خلافي والأمر بسيط ولو فعلت قانون المصلحة ونظرت إلى العقلية المصلحية في سيدنا معاذ بن جبل وسيدنا عبد عمر بن عبد العزيز وسيدنا أبي حنيفة وما عليه ابن تيمية والإمام البخاري والأظهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والأوقاف ومعظم الأمة ما عدا الخوارج اللي هم مفكرين أن السنة هنا الإطعام كأنه واجب إلزامي كصلاة الصبح مع أن هنا الحديث للإرشاد يعني رسوله السلام لما أرشد الأمة أن تخرج من البيئة اللي هي عايشة فيها حتى الأطعمة تغيرت يعني رسوله السلام قال في الحديث صاعا من بر وشعير بالله عليك الشعير الآن أكل البهائم عزكم والله مين بيأكل في مصر شعير الزبيب زمان كان غموس يعني تأتي به على الخبز وتغمس بالزبيب النهاردة الزبيب يتغير أصبح في وسط الكنافة ووسط المهولية والمشمشية إلى آخره كان زمان الأقط اللي هو اللبن المجفف كان بيتقوت به الآن لو أتيت لنفسك أو لغيرك عفوا مين هيكون لبن مجفف النهاردة خدت بالك حتى الأطعمة تغيرت لكن عندنا عقول متحجرة لم تتغير فهنا فقح المصريين يا مصريين وأنا يعني الحقيقة يريت أن يعيننا الله في الأزهر الشريف على كتابة اجتهادات فقه المصريين في إعمال الفقه لأن ربنا في القرآن القريم قال لعلهم يفقهون أفلا يتدبرون طيب أنا يمكن هطلع فصل وحتى مسألة فقه المصريين أما أن الأوان لإحياء فقه الإمام الليت بن سعد وإنه ينشر ويدرس والولاد يشوفوا بعض من يعني أفكاره في الكتب المدرسية بتاعة مادة التربية الدينية وما إلا ذلك إن إحنا نسمع هذا الفقه على المنابر يعني ده يبقى شيء عظيم ده ده الفقيه المصري خلينا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام أحسن موسيقى الوقت جاري بينا للأسف الشديد بس تخيني وجد الترحيد مرة تاني بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة واستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ختام آخر حلقة لنا سوا في رمضان تبقى مولانا إن شاء الله بقى موضوع سيدنا الإمام ليس بن سعد خليه بعد العيد بعد العيد ما بقى إلا أن أنصح لا تختلفوا فتختلف قلوبكم فنسأل الله أن ينجينا من الخلاف أخرجوا صدقة الفطر قيمة لمصلحة الفقير حل وحافظوا على تكبيرات المصريين في عظيم السناء على الله عز وجل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأولياء الله الصالحين اللهم إنا نضرع إليك بحق الصلاة على حبيبك النبي المصطفى اللهم وفق ولي أمرنا في ولايته الجديدة لإكمال بناء الجمهورية الجديدة السيد الرئيس عفتاح السيسي يا رب اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وصالح أعمالنا أعد علينا مواسم الخير وقد غفرت الزنوب وسترت العيوب وفرشت الكروب احقن الدماء في فلسطين واليمن والعراق وسوريا وجنوب لبنان وفي السودان وليبيا والصومال يا رب العالمين آمنا في أوطاننا اجعل مصر في ضمانك وشعبها في أمانك ووفقنا لصالح الأعمال وأعد علينا الأمور بكل خير يا كبير يا متعال كل عام وأنتم بخير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين مولانا نورتنا وشرفتنا وربنا يا رب يتقبل مننا جميعا وكل سنة وحضرتك طيب ونتقبل إن شاء الله بعد العيد بإذن الله اللهم أمين كل الشكر لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر إن شاء الله لو كان لنا العمر نتقبل بكرة في نفس المنزل وبرنامجكم التسعة سلامات اشتركوا في القناة